احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عالميا بمعدل تعافي سياحي بلغ حوالي 95% بحسب الخبراء في موقع money.com.uk نعم حيث رصد هذا التقرير تعافي عداد السياح في مملكة البحرين لعام 2021 وعودتها إلى مستوياتها في عام 2019 لتصل إلى 3.8 مليون ساح تتنافس العديد من عواصم السياحة العالمية نحو العودة إلى مسارات نمو ما قبل الوباء فطريق تعافي قطاع السياحة والسفر تطلب التحلي بروح الابتكار والتعاون وجاء تصنيف مملكة البحرين متقدما في تقرير موقع money.com.uk حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميا بمعدل تعافي سياحي يبلغ حوالي 95% بحسب الخبراء الذين قدموا رسميا قائمتهم السنوية للدول التي عادت إلى مستويات السياحة قبل الوباء بشكل أسرع وغياس مدى تعافي صناعة السياحة فيها كما رصد هذا التقرير تعافي أعداد السياح في مملكة البحرين لعام 2021 إلى المستويات التي سجلت في عام 2019 لتصل إلى 3 ملايين و800 ألف سائح ولعل أبرز ما ساهم في جذب السياح إلى البحرين هو ما بذلته المملكة من جهود في تطوير استراتيجياتها لتنمية قطاع السياحة حتى خلال فترة جائحة كورونا وذلك انطلاقا من توجه المملكة نحو التنويع الاقتصادي بما يتواكب مع رؤية الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي